يواصل ابناء تعز اعتصامهم السلمي امام المدخل الشرقي للمدينة مطالبين بفتح الطرق المغلقة من قبل الحوثيين امام تنقلات المواطنين المدنيين والسماح بدخول السلع الاساسية للمدينة كحق انساني كفلته كل الشرائع والقوانين وطالب المحتجون المجتمع الدولي والامام المتحدة بسرعة التدخل والضغط على ميليشيات الحوثي لفك الحصار عن المدينة ورفع كافة القيود على تحركاتهم واكد المحتجون رفضهم لاي محاولات للالتفاف على مطالبهم المشروعة بالرفع الكامل والشامل للحصار دون تجزئة او مماطلة مغادرة الامم المتحدة والمجتمع الدولي مربع التقاهل لحصار ملايين المواطنين في تعز والضغط بشكل قاد على الميليشيات الحوثية للانسحاب من الأجزاء التي تحتلها في محافظة تعز ليتمكن المدنيون من السفر والتنقل بحرية وليعودوا لمساكنهم التي هقروا منها ولتتدفق السلع بشكل سلس دون أي عوايق ممارسة الدول الدائمة في مجلس الأمن الدولي كافة الضغوط على الميليشيات الحوثية ومن ورائها إيران للاستقابة لنداء السلام وإنهاء الحرب وفق عملية سياسية مستندة للمرقعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية لاسيما القرار 22-16